اللهم اصلي وسلم وابارك على سيدنا محمد وعلى اللي وصح بأجمعين الكصة دي للكاتبة المبدعة رحمة نبيل ويلا بينا نبدأ كصتنا كل سنة وانتوا طيبين يا احلى ناس رمضان مبارك عليكم يا رب وان شاء الله انكم مع بعضكم لرمضان وينعاد عليكم بالخير ويلا بينا نبدأ كصتنا مش حابب يعني يكون بقطع الكلام الحلو اللي ما بينكم ده بس ممكن اقعد مع سمحنا الكلم شوية فتحت سمحها يونها بصدمة وهي بتبص لامها وبتهز براسها بلأ لكن امها بتسمح اكيد يا حبيبي براحككم اتفضلي معايا يا مادام جوة يلا عشان نفطر بصت سمح لامها استني هنا يما يما صبوري بس لكن كله كان خرج وفضلت هي لوحدها مع مراد اللي بتسمح لها باسمة صغيرة وخلت قلبها يدق جامل وهي بتبص له ايه بتبص كده ليه معجب وبمجرد ما نطق مراد بالكلمة دي سامحت نفست بصوت عالي وبعدين بصت له مراد باشا لو سمحت مراد بس يا سامح اكيد مش هتقول لجوزك باشا جوزي هو انت على طول كده خلتني مرادك مش تستنى اوفيه الاول يعني قبل ما تتكلم استنى توفيه ايه انا اقومك خلاص اتفقنا على قعم شوية ده انا طلبت انه اتساوها عشان انتفق على تفاصيل الشقة ها شقة ايوا الشقة بتاعتنا ايه رايك اوضى بالجناح اللي في الدور الثالث في الفيلا ولا ازبط شقتي المشترية من سنتين انت بتقول ايه انا مش ايه رايك نختار السراميك منوش ولا سادة كانت سامح حسنة تقريبا بيكبرها على الحاجات اساسا هي مش عارفة تستوعبها وهو عملي كلم بيدوك كبير كأن الموضوع دي جدا هو احنا من جمعين عشان تتكلم خصوص ايه معلش جوازنا الله ينور عليك جوازنا مش جوازك يعني مش انت أسان لا تختار السراميك ولا لن الحطم بزواج ده ابتسم لها مراد وهو فرحان ان اقدر اخيرا يكبرها ان هتفقر معاه في التفاصيل وتتعامل على اساس انهم فعلا يتجاوزوا خلاص مفيش مشكلة اختار انت اللي يعجبك هايوة طبعا دي شقتي انا وفجأة سكتته وبصتله وهو كان بيبصلها بخبص كبير اه انت بتكلم كده ليك كأني وفاية مثلا يعني ايه انت اللي بتكلمي مش انا تمام عمتان انا محتاجة فرصة اسبوين افكر وبعدان اردلك خبر اسبوين اسبوين ايه هو انا عارض عليك عادة عمل في الخليج انا قلت استنى ساعتين وبعدان امشي وانا ااخد الموافقة عشان بقى اشوف موضوع السراميك هو انت شغل بالك بالسراميك ليه كل ما اتكلم كلمة تحشر موضوع السراميك في النص يا سيدي انا مش عايزة السراميك انا حابة جاوز على الارض الرملية تمام كده تمام كده ها ايه رائك في ايه ما قلت مش عايزة سرق لا مش السراميك ايه رائك في الجاوز عمتان والله يا فندم بالنسبة لي ايجاوز شيء جميل لكن محتاج حرص كبير وكمان ايه ايه يا ستي هو انا مستضيفك في برنامج ولا ايه بقولك ايه رائك في جاوز مني انا موافقة ولا ايه هو انت بجد مش هتسبني في حالي افقر ولو يوم واحد انت كده شبب تكبرني ومش مديني فرصة يعني ادرس الموضوع بشكل جدي اسبوع مين وفرصة مين يا مفرصة ده انا سابق من ايام تفقري وانت تقريبا راح تعليكي نوم وانت بتعملي كده اسمعي يا سماح عشان انا بقى جبت اخري منك الفرح بعد اسبوعين فقع على النيل وهنوزع كمان سندوت شات لانشون وكمان عصير طفاح يلا عشان نفطر قبل بقى ما امي امك خلاصة عالطعمية خلاص كلامه وتحرك بعيد عنها وهي بتبص عليه بصدمة بس انا مش بحب عصير الطفاح وعدة ايام والنهار ده خطوبتها وكانت بكتابة على مراد كانت واقفة قدام المراية بتبص نفسها بصدمة مش عارفة ازاي عدت الايام دي بسرعة حس انها كانت امبرح بس لسه قعدة معاه وبيتقفوا عالجواز وهما بيأكلوا طعمية صخنة نفخت بصوت عالي وهي حاسة بتوتر كبير وحاسة انها مش هتقدر تطلع فجأة فتحت امها الباب وهي بتزارب بصوت عالي يا حبيبتي يا بنتي والله هي ما مصدقة نفسي انت هتتجوزي ايه امه هو انا كنت عشمتك ان انا هترابن ولا ايه ما اكيد كان هيجي يومها تجوز يا اختي ووجي قلب امك بس مش شايف انه جي بدري شوية امه بصت لها امها ويه مش فهم يا عايزة ايه يعني ايه بدري شوية المغرب هيقزنه تحب نخلي يعني بعد العيشة طب ولا ايه عايشة ايه بس يمه انا قصدي اليوم مش حاسة ان احنا تسرعنا شوية انا حاسة اني تسرعها تقوي والمفروق انت اصبر شوية وافكر كويس وبعدين لا بقولك ايه حوارات المسلسلات والهبل ده مش عليا مش بعد ما نجيب الناس ونجيب الجاتو المقزون تقولي تسرعت فيها بتي يا سماح يا سلام اش معنى دلوقتي المسلسلات مش على هواكي وبعدين يعني كل اللي مزعالك ان احنا جبنا الجاتو نبقى ناكله اساتي بلانا والشفا بس انا اخرج وابعتلك مراد يتصرف هو معاكي لا 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 الله يكرمك بلاش مراد لا حسن ده مش بيتفهم والله مش بادي يخرج يجيب المقزون وكمان الشهود ويكتب عليها في القوضة هنا والله وجي اليوم اللي اشوف فيه واحب يشكمك يا بتي يا سماح فيه يما مالك فرحانة فيها كده ليه ده انا بنتك حتى اشيخة فرحانة لك يا قلب أمك ما كنتش متخيلة انها يجي انسان ويقدر عليك بس الحمد لله دعواتي جاب بفايدة وربنا رزقك بواحد ولا أبطال المسلسلات التوركي نفخت سماح وقبل ما تتكلم سماحت صوت حد بيقول من برة يلا يا خالتي الناس كلهم جمبرة والعريس مستني يلا يا موحة يلا يا حبيبتي عشو ما نتأخرش على العريس والناس بصت سماح بتقطر كبير للباب طب ازبروا شوية الموضوع بسرعة قوي سبوني افكر بس شوية تفقري ايه بنت الهابلة؟ يعني جاي تفقري والعريس برها هو وأهله والمقذول؟ يا ماما خمس داي بس ولا ديقة واحدة وإلا بقى والله يخرج وابعتلك مراد هو يلي كل ما تكلم تقولي مراد مراد انت يتخلي فزة عليها وتخوفيني بيا ولا ايه؟ موعدشن محدش يقدر عليك يغيره بعد ربنا يلا بقى ما تتعبش قلبي الناس مستنيه من بدر يا بنتي اتنفست سامح بصوت عالي وبعدين خرجت بالراحة وكسوف من مكان وهي بتحاول تنظم ضربات قلبها كانت حطة وشعب في الارض لكن اول ما وصلت رفعت وشعب بالراحة عشان تشوف مراد اللي تنفط فجأة بالشكلة خلى قلبها ضرباته تزيد اكتر واكتر ابتسم مراد ببسمة وسعة خلتها تمشي وهي سرحنة في وشه وكمان بسمته فجأة وهي سرحنة من غير ما تخب بلها اتكابلت في الترابيزة اللي هي في مص الصالة وقعت جامد اتنفض مراد بسرعة يا اختيقى دي جاته اللي مزع عليك اتقلب على الارض ده وصل مراد عندها وهو كاتم دحكته واول ما وصل ميل عشان يكون قصادها انت كويسة بصت له سامح بغيس اضحك يا اخويا ما تكتماش لحسن تفرقع وبمجرد ما قالت كلمتها دي انفجر مراد في الدحك وهو مش قادر يتكلم بصت له سامح بغيس هانت بتضحك علي مش انتي اللي قلت اضحك عشان ما فرقعاش مش هقدر بصراحة تقوم تضحك بجد انت قصت تعمل كده صح انا قلبي كان حس انك عايز تتجاوزني عشان تمرمطني انا مش موافعة جاوزة دي يا مأزون انا مش م... بصي له مراد بشر وبعدين بصي بصراحة المأزون اجاز يلا يا مولانا عشان هنكتب الكتاب بصي له سعيدة عم سامح هتكتبه الكتاب ويا كده يا ابني سبع حتى تروح تنظف الجاء لا هنكتبه كده بالجاتو بتاعها يلا يا مولانا بصت له سامح ويا لساقع في الارض وعليها الجاتو انت بتهزر هكتبه كده يا اني بالحلويات دي دي اشارة بس عشان حياتنا كلها يكون حلويات يا موحة بصت له بصدمة من كلامه وهبتسم وغمز لها وساعدة عشان تقوم وبعدين قعدة على الكرسي وصدوم ويا لسا مبادلة بالجاتو ومش عارفة تنطق من الموقف بداء المأزون يكتب الكتاب وبيبصر لعروسة اللي لو يبقها ومبادلة ومرادة اللي كان مبتسم بسم واسعة وكمان سعيدة وفجأة سامح كل صوت المأزون بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بعينكم في خير وبمجرد ما خلص كلماته بدأت كله يزهرت في المكان وهو ابتسم بسم واسعة وتحرك نحية سامح مبروك يا موحة ابتسمت له سامح بك سوف وهو مقدرش يمسك نفسه فحضانه حضنه صغير من غير ما يحس وهي شاءت بصوت عالي واتكسفت مراد انت بتعمل ايه ابحت شوية ماينفعش كده ابتسم مرادة اكتر وحضنه كأنه بيعندها وهي بتحاول تتكلم وتقوله ان لبسه بادل بجته لكن هو مدلهاش فرصة ما تحاوليش مش عبعد ده انا مسدقة تتناهلتي وفاتي نحنا نتجاوز حاولت تتكلم ويبتبعد بسرعة قبل ما يبادل بقيت لبسه ابادل عشان لب لا مش عبعد انا مسدقة تهربت يا سماح ده انت طلعت عني اللي خلفوني عشان لحظة دي انا عارف انك مكسوفة وده شيء ما فرحني قوي يا ام مكسوفة ايه الجاتو الجاتو بادلك انت كمان فجأة فتح مراد عينه بصدمة وكأنه سواب انها متبادلة خالص بعد عناها بسرعة لكن كان لبسه وكمان اتبادل من جاتو بصيت له سماح شوية ويكات ما دحكتها فبصيلها بغيز اتحكي يا اختي اتحكي بدل ما تفرقعي ها انفجرت سامح في الدحك بسوت عالي على منظره عمال اقولك الجاتو الجاتو وانت بتلزق اكتر بتعاند ليه بجد بصيلها بغيز وبعدين بصيل بدلة هعملي انا دلوقتي بقى والله ما عرفش هتعمل ايه بس انا عارف هعمل ايه انا هدخل دلوقتي غير ردومي بفستان تاني خالص وكويس عشان كانت بتتكلم ويبتباد عنه لكنه قبل ما تتحرك شدها على طول مرادو حدنامك كتفها لا ما عالش مش هينفع هو ايه اللي مش هينفع مش هينفع يعني حضرتك تغيري هو انا بقى بالمنظر ده يعني من الاخر كده هنفضل ملزقين احنا الاتين كده لغاية اخر السهرة انت اكيد بتهزر لا طبعا مش بهزر هنفضل انا وانت كده لحد ما يخلص اليوم ولا بقى عايزة تبي في صورة انت الحلوة وانا المبادل زي العائلة الصغيرة انت فعلا عائلة صغيرة ابتسم له وشدها نحية الكنبة المفروضة يعودوا عليها واقعدها جنبه يلا بتسمي عشان ناخد صورة للذكرى ذكرى مهببة لا دي ذكرى ملزق بصيت له بغيز وهو ضحك وضمع من كتفها لي ومن غير ما تحس السماح ابتسمت رغم البادل اللي هي فيها كانت سعيدة جدا فدله ياخده صور ادخلي غايرة عشان عاملك مفاجأة مفاجأة ليه انا ايو بس بسرعة عشان انا كمان عقدي على البيت عشان اغير التلزيه ده حاضر في ثواني ما كنا انا كانت رجبة العربية جنبه بعد ما غاير لبسه بقى لي اسبوع كامل بجاز في المفاجأة دي يارب بقى تعجبك ابتسمت له سماح وكانت سعيدة انه فقر يفرحها ويعمل المفاجأة عشانها اكيد يعني هتعجبني كفية اصلا ان انت فقرت عاملين فجأة يا مراد وابتسم ابتسامه واسع بإذن الله شوية وقفت العربية قدام مكان وشبه المزرعة نزل مراد وهي نزل ترى دخلت معاه ومستغربة جدا من مكان هو احنا فين دي مزرعة جدي الله يرحمه حبيت عاملك فيها مفاجأة بعد كاتب كتابنا كانت حسن المزرعة دي زيادة عن لزوم هو ايه ده مفيش حد غيرنا ولا ايه مش عارف الحقيقة بس تقريبا كده والله اعلم يعني مفيش حد غيرنا وقفت سامح فجأة وبصت له بشك هو انت جايبني هنا ليه بالزبط ما انا قلتلك عشان عاملك مفاجأة عاملي مفاجأة في مزرعة فضية في حتة مقطوعة لا بقولك ايه شغل العواء ده مش علي ايه عواء ايوة وانا برضو اقول سبت كل البنات الملزقين اللي زي الحمام الزاجل ده وتحولك كده وجدت تجاوزني انا قال ايه بتحباني وانا بقى زي الهاب لو صدقتك وافيتت تجاوزك بسرعة وافيتت تجاوزيني بسرعة انت عبيتة يا صباح انا متجاوزك اصلا غصب عنك يا ماما مش هتفرق المهم انك حققت ومراضك واتجاوزتني يا استاذ ايوة فعلا ده مراضي هعندك حق اقولك بقى انا مراضك التاني افتح فرق جديد للشركة تتجاوزني واجبني على المزرعة مقطوعة وقال ايه اعملك مفاجأة واول ما ندخل مزرعة توها تلف وقدور يا بيانتي انت اللي بتلفي وقدوري مش انا ما تقطعنيش لو سمحت قلت بقى عائلة غالبانة وطيبة ومش هتتكلم لما اجيبها في مكان ما قطوعة وبعدين اقطع النور مرة واحدة وهوب اخدني اعضاء انا اجيبلك فراخ وكفتة على فكرة وكمان عايز تشتريني بالفراخ وكفتة ايه بتعزبني قبل ما تخلص علي زي الخروف ليلة العيد خروف مين طب والله الدماغ دي دماغ خمار مش خروف يعني انا بتماكن لقدب بندقية دي هجيبك مزرعة جدي اللي مكتوبة باسمي حشان اخلص عليك اينا وظفرها ما كنت خلصت عليك في اي صحرة وخلاص ما انت اكيد شركة بتاع الجم وقبل ما تكمل كلامها مرة واحدة فعلا النور قطع والدنيه كلها بقت ضلمة مرات فتحينه بصدمة طبعا لو قلتلك ان والله العظيم دي صدفة مش هتصدقيني ابدا يا امي والحد هنا خلص الجزء ده ويا ترى ايه هي المفاجأة وده اللي هنعرف ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة